أهلا صباح الخير للجميع هذه الفقرة سنتحدث فيها عن موضوع هشاشة العظام بتكرر كتير الحديث بجوز من سنوات خلط ما كنا كتير نسمع بهذا المرض وكناش كتير نتحدث عنه ولكن بالفترة الأخيرة صار الحديث كثيرا عن هشاشة العظام عم نسمع وخصوصا نساء كثر عم يصابوا للأسف الشديد بهذا المرض والحديث في الأوساط الطبية دائما موصول ومتواصل للبحث عن أفضل الطرق لعلاج هذا المرض والتعامل معه هذا الصباح رح نتحدث بهذا الموضوع دكتور هاني حبش معنا هذا الصباح واختصاصي أول جراحة العظام فاصل مستشفى الأمير حمزة صباح الخير دكتور هاني وأهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين أهلا وسهلا المرض هذا هل له علاقة بطبيعة العصر دكتور هاني مثله مثلا دائما خصائيه سكري الضغط بقوله أنه لأنه الزمن تغير لأنه عاداتنا الصحية تغيرت لأنه كسلنا زاد طبيعة غذائنا اختلفت صار في هذا المرض هل هذا ينطبق أيضا على هشاشة العظام دكتور هاني نعم هذا ينطبق على هشاشة العظام نحن نعرف أنه يعني هشاشة العظام فيه مسببات كثير إليه وفيه عوام الخطورة كثير إليه من ضمنها يعني مثلا عدم ممارسة الرياضة من ضمنها سوء التغذية من ضمنها الأمراض التي تنتشر في الأدوية التي نأخذها وهذا كليته يعني بسبب أنه نحن نتعرض لهشاشة العظام أكثر من قبل يعني بالزمنات مثلا كانوا يطلعوا يشتغلوا يتعرضوا للشمس الأكل تبعهم كان أفضل من الأكل تبعنا حاليا طبعا وهذا كله يعني بأثى على الأمور أنه يعني يعني له علاقة بالإصابة المتزايدة بالإصابة المتزايدة نعم هشاشة العظام الستات مش محظوظين أبدا بموضوع هشاشة العظام هم اللي أكتر يصابوا بهذا المرض وبس مع بعبشة هذه المعلومة صحيحة أو خاطئة أنه ستات النحيفات هم الأكتر عرضة برضو يعني هاي بجوز تكون حسنة وحيدة للستات المليانات أنه بجوز لا يصبنا بسهولة بهشاشة العظام هل هذا صحيح نعم من العوامل الخطورة البيولوجية اللي بتأثر بتسبب هشاشة العظام هو الأشخاص النحيفين قليلين الوزن قصار القامة هم أكثر عرضا هم يصابوا بالظرط نصغار النحاف قصيرين القامة قليل الوزن هذول أكثر عرضا هذول أكثر عرضا للإصابة نعم للإصابة بالمرض والنساء بنسبة أديش يصبنا بهشاشات العظام بنسبة للإنساء النساء حسب نحن نعرف الهشاشة لها نواع كثيرة فيه الهشاشة الابتدائية الابتدائية عندها عدد أنماط منها نمطين أساسيين النمط الأولاني بيكون هو ناتج عن نقصان في الهرمونات خاصة عند الأنثى الهرمونات الذكرية والأنثوية بالحال هاي الستات بيكونوا أكثر عرضة بالإصابة بستة أضعاف من الرجال بس إذا جئنا للنوع الثاني أو النمط الثاني من الهشاشة السيدات بتكون يعني هو ناتج بيكون عن كبر السن وعدم قدرة الخلايا العظام اللي هم الأستوبلست على يعني تصنيع العظم هون بتكون السيدات ضعفين للرجال بالإصابة بس النوع الثانوي من الهشاشة اللي هو ناتج عن الأمراض ونقص بعض العناصر وعن تناول بعض الأدوية هذا ما له علاقة هون الجنس قد يكون متساوي متساوي بين الذكر والأنثى أو الصغير والكبير فهو حسب يعني نوع الهشاشة أو السبب للأدوية والأخير هذا قد يصاب في الطرفين أو الجنسين بنسبة متساوي متى بيبلش الشخص يعني ينتبه أنه لازم يروح يراجع دكتور كمؤشرات مبدئية للإصابة بيهشاشة طيب نحن نعرف أنه في عوامل خطورة كثيرة منها عوامل بيولوجية ومنها عوامل سلوكية ومنها عوامل المرضية وعلاجية الآن من العوامل البيولوجية زي ما تفضلت أنت وفي كثير شغلات من العوامل البيولوجية يعني مثلا الستات أكثر عرضة بالإصابة بهذا المرض في عنا أنه من العوامل البيولوجية أنه شو اسمه مثلا الناس اللي بنحضروا من أصول أوروبية أو من عرق آسيوي هم كمان عرضة بإصابة بهذا المرض السيدات اللي بتبلش عندهم الدورة الشهرية بشكل متأخر يعني بتبلش متأخر واللي بتنقطع بشكل مبكر هذا كمان عرضة بالإصابة لهذا المرض الناس اللي عندهم إنحناء جانبي في العمود الفقري عرضة بالإصابة بهذا المرض السيدات اللي ما ولدوا ما صار عندهم إنجاب أطفال برضو هدول العوامل يعني خطورة في إصابة بهذا المرض الناس اللي عندهم تاريخ عائلي يعني الأب والأم كان عندهم مرض هشاشة العظام برضو هدول أكثر عرضة بهذا المرض الناس البيض اللون هنا أبيض أكثر عرضة بالإصابة من هذا المرض من السود في كمان عوامل هي العوامل السلوكية العوامل السلوكية في عنا التغذية واحدة منهم وعدم القيام بالنشاط وقياضة تناول مثلا المشروبات الروحية بشكل مفرط التدخين التدخين متهم رئيسي بكل الأمراض تدخين يعني حسب الدراسات المرأة المدخنة في شبابها بتكون بعد انقطاع الدور الشهرية معرض أنه يصير عندها نقصان عظم عشرة بالمئة أكثر من المرأة الغير مدخنة يعني يصير عندها بالزبط هشاشة أسرع فهي كمان حكينا أنه العوامل المرضية والعلاجية في كثير من الأمراض بتسبب هشاشة العظام إذا بدنا نصنف الأمراض عرض بتسببها شاشة العظام يعني مثلا في عنا الاطرابات في الغدد الصم مثل زيادة إفراز الغدددرتقية نعم زيادة إفراز تدخين عنا الأمراض الدموية مثل الهيموفيليا و الخلف التي مثل التلسيمية هناك لائحة طويلة لائحة طويلة و الأدوية ما هي الأعراض التي يجب أن تراجع طبيب كأعراض لهشاشة مشكلة هشاشة العظام أنه مرض صامت لا يوجد أعراض ولا يسبب ألم والألم ينتج عن مضاعفات هذا المرض وهو الكسور المشكلة في المستشفى لا يوجد مناوبة يتمر إلا يأتيون مرضة مكسورين و عمرهم 70 أو 80 سنة لا يعرفون أنه لدينا شاشة العظام ينكسروا لأن المرض صامت لا يتوجهون هنا يفحصوا و الكسر يحدث بسهولة و الكسر يحدث من وضعية الوقوف إذا وقع الإنسان أو أقل من وضعية الوقوف يمكن أن ينكسر هذه المراحل المتقدمة العلاجات التي تعتقدون أنها ما هي الأحدث وأنا أعرف أنه بقسم العظام في مستشفى الأمير حمزة هناك دائماً شيء متطور وبواكب دائماً ما هو طبي جديد في عالم العلاج ما هي الأحدث في طرق العلاج لها شاشة العظام تحديداً على الوقاية ضرورية بالتأكيد بكل ما قلته الغذاء، الانتباه، عدم التدخين عدم الإبتعاد عن مشروبات الكحولية الغيابة إذا وقع الفاس بالرأس و أصيب الشخص بهشاشة العظام كيف يمكن أن تعالجه؟ هناك عدة علاجات لهشاشة العظام آخر طرق لعلاجة العظام هناك الخط الأول من العلاج أنه نعطي أدوية مثل الدرونيت هذا يأخذ حبة أسبوعياً أو حبة يومياً هناك غزين درونيت هذا يأخذ حبة يومياً أو حبة أسبوعياً أو حبة شهرياً وهذه من مجموعة البيس فوسفونيت و معهم نفس الخط هذا هناك زولودرونيك أسيد وهي تنعطي إبرة مرة في السنة و هناك دواء اسمه ديني سوناب الذي ينعطي إبرة تحت الجلد كل ستة شهر هذا الخط الأول الخط الثاني هناك دواء اسمه إبان درونيت هذا الدواء ينعطي حبة يومياً لكن الأغلب المشهور ينعطي حبة شهرياً أو ينعطي إبرة بالوريد كل ثلاث شهر المصابين بهشاشة العظام يأخذوا مستقبل حيات عظيم يعني علاج للأبد لا المصابين يأخذوا علاج وبعد سنة ونص ينفحصوا ينظروا كيف الوضع إذا تحسنت الهشاشة يمكن أن نغير العلاج نوقفه ونستبدله وليس ضرورة هلاج مدى العمر لا إذا كانت الهشاشة ليس متقدم كثير وبعد العلاج لا يأخذ سنوات علاجها ليس سهياً ليس سهل لكن هناك أشخاص يتحسنون ويمكن أن يوقف العلاج هناك دارج أنا أسأل أسئلة التي تخطر على البال للناس هناك سيدات في عمر بعد الأربعين يشربوا حليب كثير ويأخذوا زيت سماك ويأخذوا مداعمات فيتامين دال هل هذا مفيد؟ هل تعتقد أنه هذا من الطرق الوقائية لهجاش العظام؟ أكيد هل هناك هوس لأنه لديه بعض؟ صحيح نحن حكينا أنه الفيتامين دال والكالسيوم يؤدي أنه إذا نقص فيتامين دال ونقص الكالسيوم يتحلل لكي يعوده بالدم فمهم جدا أنه لا ينقص فيتامين دال والكالسيوم طبعا الكالسيوم موجود منتجات الحليب بالألبان بالجبنة واللبنة واللبنة والحليب والحليب وموجود ليس فقط بهذه المنتجات موجود بكثير عناصر بالضبط مثل البروكلية والملفوف والخضار الخضراء والفاصولية والبامية موجود في المأكلات البحرية وموجود بالزبدة يعني في كثير منتجات موجود فيها هيران دولان أخصايا التغذية أكيد تسمعنا نعم نعم نحاول أنه كمان يعني تكون بحلقات جاي وبجوز حكت عن موضوع هشاش العظام والأغذية المناسبة لهذا الموضوع الآن فيتامين دال كمان أنت حكيت على زيت السمك موجود في موجود يعني فيتامين دال موجود في زيت السمك فكوية أنهم يأخذوا هذا الحكي لأنه لأنه فيتامين دال مهم جدا في امتصاص أحب أن يأخذوا كل يوم أحب أن يكون مفيد لموضوع حشاش العظام هل هناك نصيحة أخيرة دكتور هاني تحب تحكيها للسيدات والرجال التي عندهم تخوف أو مرضى بهذا الموضوع كم يراجعوا ماذا يعملوا عشان يتأكدوا يعني المتبع عندنا أن الأشخاص الذين عمرهم 65 سنة وما فوق طبعا السيدات والأشخاص الذين عمرهم 70 سنة وما يعانون من عوامل خطورة هؤلاء المفروض يتلقى يخضعون لفحص يسمونه ديكساسكان الذي يقيس كثافة العظم إذا كان هناك عوامل خطورة من العوامل الخطورة الكثيرة اللي حكيت عنها نعم اللي هي السلوكية والبيئية هذول مفروض أنه بعد انقطاع الدورة الشهرية تعمل هذا الفحص الست والرجل مفروض أنه يعمله بعد سن الخمسين إذا صار في عندي سبب مرضي يعني نتيجة مرض أو نتيجة تناول أدوية معينة وبعرف أنها تؤدي إلىها شاشة هون لازم بغض النظر عن السن ينعمل هذا الفحص نعم وبناء على يعني هاي مسؤولية الأطباء الآخرين اللي بيعالجوا هاي الأمراض الأخرى اللي هي الغداد وغيرها اللي ينبهوا طبعا والعلاجات والشغلات ينبهوا أنه لازم تعمل فحصها شاشة ولا كثير عندما نسمع فحصها شاشة صار فيه هاجس عند الناس وهذا كويس يعني فيه وعي كافي يعني يبدو عند الناس طبعا يعني درهم مقايا خير من تضطر علاج أحسن المريض ينكسروا وأنت عارف مضاعفات الكسور يعني مأساوية تسبب مشكلة للمريض وبدو مين يعينه لفترة طويلة بصيره رقيقي العظم زي ببقول والمشكلة كمان لما ينكسروا 20% من الناس هدول ممكن هون يتوفوا في السنة الأولى نتخيل لوين عاد عن المضاعفات البسيق من الكسور يعني مش بسيط أبدا أه بدو انتباه أنا بدي أشكرك دكتور هاني على هذه المعلومات الرائعة ويعني تحياتنا لقسم العظام في مستشفى الأمير حمزة ولاحقا هيك بسوى جدا أنه نعمل معكم لقاء نحكي عن إنجازات هذا القسم لأنه والله يشار له بالبنان في الكثير من الأوساط يعني والناس عم تحكي بتشيد شكرا جزيلا دكتور هاني حبش شكرا لك